بقيت تشوف نفس الأدوار لو مش حمدي فتحي لموجود عمر السلية هو نفس الدور بيدخل جوا منطقة الجزاء يفتح الملعب أكتر عند الجناح ويدخل الجناح جوا عبك الملعب زي ما شفناه مع عبدالقادر في آخر 3-4 مباريات بتشوف الكلام ده كتير قندوسي لما ابتدى يخش وشفناه من مباراة القطن الأولى اللي كانت في القاهرة شفت القندوسي كان بيخش هو أول واحد على القايم القريب بيستنى العرضية بتاعة علي معلول وكان واحد من اللاعب اللي ابتدى ياخد شوية الدور ده سيبك إن في الآخر مارسل كورا بيحاول يديله توظيف جديد في الجناح عشان بيحاول يستفيد من اللاعب أو يطلع قدرات أكتر قدرات من اللاعب عشان يستفيد منه أكتر قدوسي لعيب إمكانياته باينة جدا أو ممكن ما تشوفهاش دلوقتي بالشكل اللي انت عايزه أو اللي انت تقدر تحكم عليه في الفترة دي لأنه لعيب جديد عن أجواء الدوري لعيب جديد عن أجواء النادي الأهلي عكس مروان شوية عن مروان عطية اللاعب اللي عنده خبرة كبيرة شوية في الدوري المصري بقاله أكتر من سنتين بشكل أساسي بيلعب نضم المنتخب مصر فبقى عنده القدرة إنه كمان لما دخل بشخصيته قوي جدا إنه خلاص يخش في العيب رقم 6 يحجز مكانه قدوسي لسه عليه شوية وأعتقد إن انفجاره تحديدا هيبقى من الموسم المقبل ولكن إجمالا دي واحدة من النقاط المهمة جدا بقت واحدة من النقاط المهمة دفاعيا وهجوميا لأن انت بتكلم على حمدي فتحي وبتكلم على أليو ديانج لاتنين عندهم أدوار دفاعية جيدين جدا حتى بزيادة مروان لما تشوف مروان بيتقدم دايما على حدود يعدي دايرة نص الملعب أو يبقى فعوبك الملعب يستنى الكورة التانية عشان يعمل تزديدات أو يعمل دابل باص مع أي جنب من الأجنبة سواء نحية اليمين أو نحية الشمال بتلاقي أليو ديانج بغطي وراه لو أليو ديانج كمان هو اللي قدام بيرجع حمدي فتحي يسقط لورا شوية وده الموازنة أو البالانس التوازن اللي عمله مرسل كولور في السلسات وسط الملعب عشان دي السلسات الأكثر إيجادة تحديدا ولكن إجمالا أفشى لما توظف حتى في الدور دا يعني لسه فيه أفضل من كده بكتير جدا من أفشى ولكنه في الآخر عنده مساهمة أربع هدف بأربع أسستات قندوسي جايب هدف وصنع هدف السلاية جايب أربع هدف طبعا حمدي فتحي هو اللي يتفوقهم اللي عنده أكثر مساهمة هدفية كبيرة جدا اشتركوا في القناة